سوف نبتوه باية ما يوعدكم او لا او لا وعدكم الهوام واليوم انهال الكبير اللي سوف نطبق لكم في كل شيء وبصحتكم و او لايك و نطلب منكم شيء واحد لايكا لبنات و اشتركوا هذا الفيديو و اعطى التعليقاتكم اللي سوف تدعي من المغال و تجعلني ديما نكون الفوق الفوق قلسي في هذا الفيديو ولا تخرجي منه استطاعي قلسي معي في الفيديو صباح الخير صباح النور كيف صبحتو صباح لابس عليكم اتمنى تكونوا باحسن احوال جيت معكم فيديو جديد او روتين جديد ولكن مدي وش علية المناطرة بحالي تقولوا راني حاملة بسبع شهور انا متفقى معكم ولكن المصارن ديالي معدرت واحد الفضيحة كليت معطلم صارني منفخين وانا موجده لاتيوني ديالي باش نمشي للعسال ونحن نعود لكم ارى سبحان الله العادي مرخصكم تعرفوا بعد المرات الكرشة ديالي تلقوها بلا وبعد المرات تلقوها بغيم ومنفخها بحال عقدة يعني ما حاولش نخباع ولا حاجة عادي جدا ونيت بغيت نقولها لكم ما علينا المهم زينان ديالي دبها هذا روتين ديال الصباح بكري راهي ستا ديال الصباح اي ستا صباح البنات سنباقي ناعس كم فيه ومعديك السبعة سبعة وشي حاجة اما دبها راهي ستا اول حاجة غدي تشوفها محتوطة فوق الباغ هو واحد الكولاجين ومحتوط القرعة ديالي ديالي ديال الماء ديال الاصل شنو غدي ندير دبها غدي نوجد احسن حاجة هاد الفيديو خسكم تعرفوا بلغي يكون روتين ديال اي وحدة عند الكلف عند الكحولية عند التصبغة عندها لطاش عندها مشط تبحر هاد الصيف ووجات كل هاد توابع اي واحدة خرجت عليها الشمس وبغيت تبياد سنوجد معكم كل شي نوجد معكم تبريما احسن تبريما احسن تبريما بها الحاجة الذين عندك في الدر احسن تبريما كانت تحيد لك الاوسخ وقعديك الخيبة وقعديك الشوائب وذلك سوف نتعلق هاد الولياء سوف نفعل القوماج في ميزون و نعطيك كيف اشتعي الجراس لكي تكون فيها الفيتامين C و نعطيك الثاني المسك التخلفة للشعر هذا الروتين الصحة اول حاجة سوف نفعلها معكم سوف نفعلها قبل الغضاء و قبل الغضاء و قبل الغضاء و قبل الغضاء و قبل الغضاء سوف تحتاج المعدنوس سكينج بيرتري و تحتاج الحمضة و سوف تقسم المعدنوس و تتوقع المعدنوس و سوف نضيف المعدنوس وقبل الغضاء يليس بقوزة و تحتاج المعدنوس اوليترو و تحديث و ترك المزن و تحتاج المعدنوس و تصبح الجدفة و كافيتها فغسله المعدنوس يصفل الدات و يصفل الكلاوي و يحميك من الكثير من الأمراض المعدنوس يحرق الدهون و يحرق الدهون الدهون يحرق الدهون و يلقي السيدخون يخوص الماء يضعف القلب يمكن لك العصر القلب من إدعو القلب عندما يطوك العصر التي تضع على قلب إن سطح قوي القلب وقوم بإعجاب فيتامين C ولم يأتي لك الكثير من العصر العصر بالنظارة من الصباح سوف تشدها طريقة وكل شيء أضع الماء أضع الماء أضع الماء أضع الماء أضع الماء وأضع الماء سوف نطحن كما أريد سوف نطحن للجميع اذا نحاول نعطي كذلك تغموميكس سنحرك اما هو ضرب يلو الجهد من الأول لا تدريه بشكل كذلك هذا المشروب هذا السحر يحرق دهون البطن يجب أن تحرق دهون البطن وكأنك يجبك بكين الكريشة سأخذي كاس قبل الفطور و كاس قبل الغضاء و كاس قبل العشاء و أردع لي الخبار عندك سيمانة 15 اليوم من الأول تلقي الفرق سألقي تمشي لطوالك بزاف حاشك و غيفيدي لك المحتى البي بي غادي تكوني بزاف علاش حيث كي يصفيك كي يصفيك كي يصفيك و بلا من هدرو على الصحة و بطبيعة الحال مني كتتعصري و كتتأخذي صفاية مغادش تخوي هكذا في القرعة كتصفي كي يصفيك هذا هو المديالي كي يكفيني نشرب الماء و نزيد و نعوده كل صباح نأخذ الكويس نضيف الكولاجين نضيف الكولاجين نضيف الكولاجين نضيف الكولاجين كيف لا تشاهدون كالنطق 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 و هنا لا كنت نعسى بزفرا نعسى ثلاثة سوية حيث كنت خدمة الليلة كاملة ثلاثة الليلة و فقط مع ستة صباح الكوغاج و سافية البنات والله لو كان ماشي هاد البواسون و ديك ليسوان تاعي اللي كان ستعمل و الطريقة باش كان يعني الفيتامينات اللي كان أخذ في حياتي يعني كليسوان كديد تي دي ترك اللي كان نشرب بحل ماتشا بحل دي ترك والله العظيم لو كان كيبان ولي اللي كان بان ولي اللي ساغن اللي كان وجهة كرفوس اللي كان فهمتوا غراب الندم نعسى ضروري الحمد لله يعني عندي عندي لغوتين يالي و اللي كان حاول نشاركه معكم فوق ما طلبتوا اللي طلبتوا اللي لسوان و شنو كان ستعمل بيانسو ما غديش نجي نوري لكم غيش نستعمل الوجه كماسكات و قوماجات و ديك الشي و نشاركهم معاكم يا باتسوسي و ما نجيش و نقول لكم فوالا حتى راه العلاج الداخلي حتى وكي لعب دور فهمتوا البنات و نشارك معاكم اي حاجة و ينسو كل شي في المتناول الجميع هنا كان وجد الفطور دسام عملت له خيار عملت له شوية ماتيشة سخنت له شوية في المقلاة و كيف ما شفتوني شربت في دقيقة العاصر ديالي مع الكولاجين حي تفغيمو فغيمو فغيمو عنده مدق زويم حل مخيتو حمد شوية فغيمو 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 و ما كتلقيش مكهب زفد ربيع هنا عملت له واحد الامليتة و ملقيتها مكة في المقلاة فأنت جديه لقد مرحبت انه خديد الابج ثم سوف عفيدوا معايا الطبيسة الديال سام و نضع مقراله فقط سوف نضيف المعطب مميجور ماما مميجور ديني قاموا أن أضعي صباح قاموا قامواقي يرامك قمت بأنه سألت لي فرشت نقول دعاة كاركي كيف تسمى؟ سألتني 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 اه اوه لا ولكن على الأسفل نعم نعم ماشاء بعد التقل الإيجابية مع والدي بطبيعة الحال حتى هي كتل عبدارجوين مع رجلك والدك جيت للاسال التي مهمة جدا باش يكون عندك بونمين صحة ديالك مزينا ولو يكون عندك هذه الكرشة لا مهمة المهم تكون بيصاحتكم مزينا وبطبيعة الحال لترو ديالي ديالي لجو و أنا في لسال أريني بخيسك نكملو و باتي وصلت للدار بطبيعة الحال لقد قمت بتغديد كما كنت لا بدلت مواله و لم تغسلت مواله لأنه في الوجه لديك كريم سولير و لسواني الصباح لأنه شعري كما هو رابحة المزيد يجب أن يكون لديك سفرين على شمبان سك الصباح اي سيبوره هكذا مهم الحلوات بطبيعة الحال كان عندي بزاف المساجات بزاف المساجات بزاف المساجات والكومنترات فتح أنت من المساجات سأتجد لديك كبير و أتجد لديك السمورية و أتجد لديك اللون الجيد الذي لا يوجد من المنزل في أوروبا لا أعرف كل المنزل من المنزل الغيام H24 و سوف يكون بزاف المنزل الغيام و البرونز لا يوجد من المنزل من المنزل فأنتم تقليل اختيت لكم بلقوة هذا انا أردت لكم المشروب السحري الذي سوف يجب عليك الكثير ترى معي في الأول وصلت هنا ورأت الول ورأت المشروب السحري الذي سوف يجب عليك تفند المشروب السحري بأنه سوف تبعني مشور كبير لأنه لا يمكن أن أكل بأكل مكان ونأكل مكان ونأكل مكان ونأت لكم من المشروب السحري لن أجل يجب عليك إذا كنت سوف تكون مكان فقط مهما هو المشروب فهو ان يأخذ مكان فهو يتم التحديد ومعي تحديد ثلاثة سوائع لكني قمت بأكل صباح وقمت بأكل صباح المهم و بقيراني الحمد لله دا براهي كتغزغي كالك و عاد كنصور معاكم انهار عندي طويون معلينة هاد الاشرقة هادي كيعطيها لك الفيتامين سي البنات و خما تديريش على وجهك بس كنت سلالي دا بالفيتامين سي التعلوجه مي المهم الحمد لله دا بالفيتامين والبشرة تكون مشرقة و خط غلادي تكون يزوينا و كيوت ما تغلاديش تكون يدير مهم و كاشفة و مزويناش و كتباني خيبة نو تلقاوك الناس يقول لك بالعكس تزياني تحيي دغيش و يالكرش هاد الكرش فتحاني اختي انا كنشوف الناس والله حكدا غلادي و ما عنده شو الكرش عندهم هان كيبيون وهو الكرش انا لديي مالغير اختياني بحال 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 هنا هاد عد زايد فيونس معلينا واحد من المهم الحلاوات يقول اراد الثاني سبقاوك ثاني ستشاركوا معاكم بالنسبة للشعر الا أنا طحليا شعري من القدام بامل طحليا من القدام عندي خفيف بزاف كم ويقسلي بزاف الى حلقة دا عندي الفراغات كبار يعني ماشي فرقة عادية انا كبيرة بزاف ومنك تزيت الشعري وصفكة ومزيت كيبان الشعر خاوي فغير مدى بكيبان شعري فيه ميارا منك تزيت البنت كيبان شعري خاوي دا بلاي حيث ممزيت او كيزينات قالوا خاصنين ان نبدأ فواحد الماسك الي زوين وان عارف عزوين وكان عارفوه ولكن المشكلة هي المدومة لمعرفتوش غنداوم خاصنين معاكم مادش مرة في السمانة باش نداوم ديما ندوزه نحضره اقوى اقوى ماسك للشعر اللي يطلع لك الخلفة كي يقوي لك الشعر وكي يخلي لك الجلده شعر واعروره هي كي ينبت بارك الله وكي يطوال وكي يولي الشعر قوي ولكن يجبك الدومة جوج مرات في السمانة البنات عندك 15 اليوم غادي ترجع في هذا الفيديو براس وكتبي ليه فيه الله يرحم لك الوالدين هاش نوترال شعري وهكيفاش وهكيفاش تحتاج اوراق السدر اوراق السدر اوراق السدر كل شي كي يعرفه مرات القيوم عند العرب والحوان تحتاج كاس ديال واحد ربعات المعالقة على حسب شعرك كديريها على الاخر جدر ديال الشعر جدر الشعر تحتاج كاس ديال المادة في الكاس ديال المادة في وكتحتاج شيء زيت مرطب للشعر بحال زيت اللوز الحلو زيت الكوكو انا عملت هنا يا زيت الخروح حيث عزوينا اللي غاسين سافي كديريها باش ترطب لك شوي على شعر حيث اوراق السدر مطحونين كي نشوفوا شوية الشعر فهمتو كي نشوفوا شوية البعض الناس يعني اللي كي يكون عندهم الشعر مشيدوهني وقيلة كي نشوف لهم الشعر ولكن ما تديريش على شعرك ديريال جدور الشعر سوف نقوم بتحديد الماء سوف نقوم بتحديد الماء من الماء الكبر و هنا سوف تصفي احسن حاجة هي الكولون هاتوك الكولون ولا شيء في الحياتي وصفي باش ما يبقى في ذلك الحبيبات وذيك شيء يستطيع ان نجيبك في الدوش ها انتم البنات من بعد ما صفيتون اهو الخليط كيتقال كي يبحل هكذا خليط كيتقال البنات كي يبحل هكذا وما يبقى في ذلك الخشب الخشبات ديال اوراق الصدر يكون مجموع معها يكون دافي حاولة تقسسها كي يجي ها داير بحل الجلد الاولوي فيراس بحل الله العظيم كي يجي تقيل مهم لغ زيولات سوف نقوم بتحديده كيف ما سوف نقوم بتحديده سوف نقوم بتحديده على الجذور ولكن السراحة لا يسلح ليس نصوّل لكم في الدوش إما لو كنت قدرتوا لا نفرق بالمشطاء وذيك شيء مي ماشي مشكل سوف نقوم بتحديده لكم سوف نقوم بتحديده بحل الجلد ولكن لا يتبع لك في شعراتك مواله اوراق الصدر اللي ما يعرفهم شو ما شجرات النبق هذا كمني كتقول يشي حديوان النبق دابايا هذا هو اوراق الصدر انا اول مرة خديتهم خديتهم من نقوم بتحديده احسنا تشغرها يمكن تكون مدافذة كما لا تقول لكم سوف تحسيبه شعرك قاسح وسوف تعمل حين الاشياء اجعل فقط لكي نخذ بالمساج اجعله في الذهب و نقوم بقى 5 دقائق اجعله في 6-7 دقائق و نقوم بقى ثم سوف نخلقه و هنا يمكنني تخلق شعرك في السلوبين و قريبا تزيد دخول الشعرك في شعرك و نقوم بقى سوف تقوم بصورة سخونة و سوف تجعله ساعد سوف نشارك معكم التبريمة التي قلت لكم أحسن التبريمة التي موجودة في أي منزل واعرة البنات هذه التبريمة ستحيد لك كحولية الشمس ستتبيض لوجه و سخ محطوط لك على وجه أو على جسمك أو على يديك أو على أي منطقة ستتبيضها و تصفيها و تحيد من الوسخ أحسن التبريمة لوجه لا يوجد حساسية لا يوجد حساسية مقادر البنات ستحتاج إلى نيس كافي وهو قهوة نيس كافي لا يوجد القهوة سريعة لا يوجد قهوة نيس كافي لا يوجد قهوة نيس كافي سوف نأخذ جوج مع القصغار بغيت ندير الجسم في مناطق و انت يأتي رغيت القيلة بغيت من وجه الخرقم البلدي هذا الخرقم دي الماكلة ولا يمكنك تقتفيه أحسن حاجة هي الخرقم البلدي ستتخدم العطار والتحنيه إليك سوف نحتاج المعلكة صغيرة سوف نحتاج المعلكة صغيرة سوف نحتاج صفر بيضاء سوف نحتاج المعلكة سوف نقوم بحرق القهوة سوف نحرق كل شيء سوف نقوم بحرق القهوة فجرق من الفيجامة غزالة وستخذتها ل الموقع وستخذتها المااجيك لطلع خطرت الخرقم فاستمر لكم لم تطلق ونصف اضجك عندما تصفر يجب ان العلق تضجك أريد أن تبدأ كبيرة في مستفارية في سوريا! قم بيدي تغير هذه المستفضل، كيف يتعرض أن يستخدم؟ حسنيني! أعرف أن هناك مستفضل لتعبق من تلك السوق هي كيف تذهب و كيف سسرون ؟ ستشد و ستحر culi دائرة ايُد في حالة ترسل شيء و برمي شوفي معيي بياد و الصفاء برمي 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 وحكي تقنطي عرفت الخلايا ديالك و كيف ستحروا في مرحانة هذه الأوسخ ديال الحياة ديال كاملة ستتحروا في مرحانة ايضاً اتبعه هذا هو الوصف ويتحيضه يتحيضه معه كي يستطيع المهم هذا دومه فوق ما تحصل من الفاكنس فوق ما تخذي لك حولي داخليك هذا المسكور ايه بتابعة الحال مني تكملي منه سيبقى لك التوابع الخرقم بتابعة الخرقم اللي تحني على ايدك لا يجب ان تتحكم لا يجب ان تتحكم في الفوطة او في الفرش او اقوى وصفة لطبيع الوجه تغيب في الوجه تحييض لك التجاعد تصفي لك البقع حتى الكلف تستطيع تحييضه كل البقع وهو المسخد البرونزاج اللي تبقى لك في الاخر اي حاجة اي حاجة عندك في الوجه ومعندك اللون غير متوحد عندك اي مشكل عندك في الوجه جربي هاد الوصفة سوخته الى تعاني من اللي غيديول او لك تخافي من وشك انك يجيك لغيديول هادوك اللي تجاعد محفورة اللي تخاف انه يجيو لها قبل ما يجيو لك يا اختي هادوك اللي غيدي شرقة الكوريات وغادي تعطيك وجه صافي بدون عيوب ودليل حدك خطيرة ووجهك ديما يكون هكذا وديما مجبد وما عندك حتى تجاعدة وحدة ولا الخطوط اوكي زينات ديالي خليك معي في هذه الوصفة اللي كانت شاركه معاكو . . . . . المسك الاعتمادي فيه الميزينة فيه الخميرة ديال الخبز البنات الخميرة ديال الخبز اللي غدي تقول لك تدير الدود نقول لك عاو ثاني الكلمة الشهيرة ديال انت اللي فيك الدود وكتنقزي اما الخميرة ديال الخبز اللي اه بودره ما كدد لا دود لم يجب كري بالعكس قد بدلك البوتوكس طبيعيا جدا 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 وهاديك الطريه الخمير ديال الخبز الطريه اللي عجينا هاديك كدد الحبوب ولكن لا دود لم يجب كري غدي نحتاجه الحامض النس اللي عندهم البشرة حساسة وكيتحسون من الحامض حيده مع انه الحامض كيسفي وكيعطيك الفيتامين السيل المهم بزاف للمشكل لديك حساس يحيده سنحتاج دانون مسوس سنحتاج المعلقة كبيرة او الصغيرة على حساب المناطق لديها معلقة الميزينة معلقة يوخت عصيرة الحمض معلقة صغيرة الخميرة معلقة صغيرة وخلطي لها كل شيء هذا القوام عرفته احسن هناك الميزينة نحن بوطوكس اذا نقوم بوطوكس فقط 3 مرات في السمينة نحن 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 بوطوكس لديها من اللحظة الولى وغيرت صفية هذه الحبيبتي لا معلقة بوطوكس لا مجيب كري انظروا معي أكثر بوطوكس تزيد من منفقه وتزيد عنقك او اجل الامر اي منطقه نطفحه او ركب و اي شيء اي معنقه و او اجل و او الان قمت بقع من الطب و او او اي حاجه او امان اظروا اي حاجه او امان بقع و او انا ما نزعه او امان او خفت خفار لقدم فوق العملات فوق العملات و او اتساعة فوق العملات ايه يجب ان تكون مجموعة سمينة على الاقل انا صراحة الوجه ديالي سافي ولكن بغي ان دومه تتخلي على وجهك حتى نشوفك بحال هكذا تغسله عادي بالماء سينو إلا بغيت تقشره إلا لقيت وجهك حمار و الحجم ما تخافيش عادي جدا هذا القماش سوف نخدم لكم الطبيض هذا القماش سوف يتداريه وعاد من تحييديه سوف يتداريه سوف نصيب لكم اللوكوخ والوجه انا اي قماش يكون دات ويكون في مواد انا عارفة هم زيانين وطبيعيين بحال ديال سوفيا سكين سوف نستعملوا الوجه بشرة حساسة حمض من ديالي سوف نشاركو معك كيزينات هنا توقفي دروري تخلي لي كومنتر حيث هذا القماش سوف تداريه كبخوجي ديالك دامانا من عندي في مكين شي حد سوف تحتاج فيه لبسكوس الكركاديل هذا الوردة سوف تحتاج العكل الفاسي هذا اختياري بالنسبة للفيتامين تحتاج الميزينة و تحتاج بعض العسل و الزيوت لكي الاختيار في الزيوت سوف تحتاج الميزينة و السكر و الكركاديل تحتاج الميزينة تحتاج المعلقة كبيرة العسل و تحتاج المعالقة صغيرة و تحتاج المعالقة صغيرة و تحتاج المعالقة صغيرة صغيرة سوف تحتاج المعالقة جيد One كل شي أسوال جيد مركز طبعك الطبع أضغط السكر تقومي بها البنات و تخرجي بحليلي يالله مشيتي للحمم تخرجي غوز ترطيب فيه ترطيب فيه القوماج شوفوا معي يدي سوف نحكو معاكم شوفوا معي الطريقة الحاجة بني كتصيبها للك شتو القوماج مكيطاحش مكيطاح لك حتى حبة في الارض هاداك شي كله كيبقالك في يدك مكيطاح لك حبة مكتخنزي مواله و عار فراسك بلي دير مواد و واعرين عندك هالحاجة العكل الفاسي الحور عندك سكار اللي كيقومي مزيان عندك الميزينة اللي كتصفي و كتردك بلقة وده بغادي تشوفي كل شي لعينك و العكل الفاسي كيعطي اللون الكركادي كتصفي و كتحيد البقع و كتحيد كل شي كل شي و كتصفي مزيان و كتستعمليه اللوجه و تستعمليه اللوكاخ و المناطق الحساسة و كل شي مدرت لكم شو في السيدخون تبرعوا مع راستكم حتى البشر الحساسة لا يوجد مشكلة ده بغادي نعمل الفلاكون ديالي و غادي نوري لكم يدي من بعد ما نغسلها شوفوا معي اليديدة اليديدة حشمانة مزنقة يا البنات اليديدة مزنقة شوفوا اليدلي عملت لها القوماج و اليدلي مدرت لهاش اليدلي مدرت لهاش كتبان عادية عادية جدا و اليدلي عملت لها تبرعوا معي اليديدة كاملة ليدي ده باش حكيت شوفوا الحمورية ديالها و اليديدة باش محكيت شوفوا كده اذا اخشتوا الفرق تبرعوا لو كان ده بقدرتها على الوكوغ ديالي كامل الوكوغ ديالي كامل يكون غوز بحل ديال القوريات او غوز بحل ديالي بيبي و كيزينات هاد القوماج نصيحة استعمليه و ديري كاب خوجي ديري كاب خوجي نعطيه لك هادية من عندي و اشاك فوان انا كنجربهما البنات و عندي ربيعطاني في هاد المسائلة يعجبني هاد شي ديالي ماسك و كنجربه و كنلقى النتيجة ليه ديري و ما غديش تندمي ديري هو و رضع لي الخبار احسن حاجة تديري قبل من هادو كلي ماسك اوزينا ديالي من بعد ما اخذيت الحمام ديالي و انعزت دابا هادي ستا ديال الصبح ديال اغدليه ستا ديال الصباح البنات بغيت غير نوري لكم شنو استعملت بالليل مني كنت في الفراش هاد اليكسير في انتلقى يتلقى في امازون انا اخذيته من كوستكو واحد المجازة امريكان كنت اخذيته شوي ارخيص على ديالي في اكسيو اه الله في اكسيو قلت لكم دياليالي كان في امازون هو ماشي زيت و لكن ما فيه الاعشاب و دياليالي يبوسي لك شعر كتديريه كل نهار و كتديري مساج ديال 10 دقايق 7 دقايق في شعرك بحال هكذا كتديريه علف الفراغات اللي عندك الفراغات صراحي الى دومتها سيعطي نتيجة سافي عملت هذا السيروم هذا ديال الحرارة ديال الاكسيو كنت اخذيته من الاكسيو ديال الارغان بزاف اللي قالوا لي زعما ما نجربه نعطيكم رأيي انا زعما نتعل بخوتيكسيو من الحرارة من بعد بغوست شعر ديالي في حال هكذا كما كتشوفوا و اخا هو في الحقيقة الناتورال عندي كيبال و كيبال و كيبال سافي الحلوات ده ندوز نوري لكم شنو كندير من بعد ليسوا ناتورالي كنستعمل شنو كندير الوجهي هانتو موجهي كيكتشوفوا زوين غزال ما في حتى شي طبعه هذا زوين الشعر من بعد مني كنطلق شعري كنديره كيبال كيبال اول حاجة كنستعملها الوجهة الموجهة دروري الوجهة كل صباح مع بزافة لك خمسة و لاغة لما عندك شنو كنطلق شنو كنطلق حنيكة كل هم لمعة و خمع عنديش الفيتامين سي حيث نشربه و نعمل في الوصفات و نعمل في الوصفات و نعمل على تونر لكي تكونر لكي تكونر لكي تكونر يجب ان تكونر لكي تكونر تكونر في المغرب اسمه اكلا ديغما اكلا وايت نعمل الحاجة اربع اربع نعمل ايضا اربع اربع الرب اضع اربع يجب أن تكون بشرة صحية و ترطب خطير على الوجه و هذا من أغو مازون يجب أن تكون بشرة صحية و ترطب خطير على الوجه هذا من أغو مازون تقصير الغيتينول لسيط من الكريم سوف ندخل السيروم سوف ندخل السيروم يجب أن تكون البشرة يجب أن تكون للمسام يجب أن نستعمل الثاني سوف نستعمل سواء القواشة سوف نستعمل تراوح ابتعد أن تكون التحقيق سوف ندخل السيروم سوف نستعمل وهذا جنوب سوف نستعمل وسوف نستعمل لدى لدي الحركات القواشة ذيك بقية يمكنك تغييرها في عملية الأميرة و تفضل بجميع الأتمان سوف تنشر المقاربات سوف تستخدم الكريم أولاق لديها من الجابون لديها فيتامين C نعم اضع الشمس دعم سوف ندعها في تجديد كم سوف نقوم بعمل ما ندعها نخص هذا هو القدر سوف ندعها على مادة نتعرض للشمس و دعم المنزل يجب أن ندعها و هناك الكرام سوف نقوم بعمل كريم و سي و بطبيعة الحالي عندك شي كريمة ديال الشمس كبيرة ديال حتى يتعرضوا بزاف الشمس مع الطنوبال و ديك شي كي نحت الشمس تحت البنفسجية و خيكونوا الغيام ايوه هكذا كملت الروتين ديالنا كل شي زوين و ناتيجة من بعد ما درت الفغاج و الماسكارا و مشت حجباني و عملت القلوس شوفوا معي النتيجة دلوجه شوفوا معي اللمعة شوفوا معي الصفاء بحالي تقولي دربة لك الفندو ما ديرش حتى الكنسلغ و عملت هاد البيسة هذي اللي اخذيتها بخيماك حماقيت على ستيل ومفيت غيلها جوب من بخيماك هي ماشي جوب هو شورت البنات وعندوه في جوب غيم القدام حيث انو غادي تكون قصيرة بزاف و عملت الفلاغ هكذا عملت هاد اله جيلي ديالي ديال بيمكي غزال و عملت البوتين ديالي و جات لبيسة فينة 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 ايوهنا يالحلوات ديالي سيلا بخي ميدي غادي نبدأ نخدم لكم منتاج و قبل ما نخدم لكم منتاج بغيت نشارك معاكم هاد الوبتيكادو اللي عملت ليه ما بيسر اخذت ليه من الكوافورة ديالها وقيلة كتبعهم كينف منتلافي الكوافورة ديالها كتبع هاد الانفوزيون هادو لقاتوا انتي بالونمو هي تفكر فيها بسكو انا ديام عندي البالونمو دابا في صباح هاد صباح صبحت مزيان شفتو الكرش داخله مي البارح شفتو معايا في مني كونت بلا تونود لاصل كي كانت كرشي خارجة بحلي تقولوا حاملة في سبعة شهر انتي بالونمو سميتو كوكونينغ غزال مو ماركة كتبال لكم تقدروا تشوفوا ولا تقدروا تمشوا الكوافورة ديالها سوف نحاول نحط لكم هنا الادرس انتع الكوافورة ديالها اللي كتبعهم تم مياه مما بقالها بزر ما عرفتش تمانا البناد مضيط لهاش كي يجو بحال غرانولا وكتبعهم غيجوج ولا ثلاثة دلقرامات في الطاصة ديالك ومن بعد تخوي عليهم الماء سون سون ديغري انتع الموك تخليهم واحد خمسا ستة دقيق حتى يتلقوا سوى ديريهم في ديك لابول باش ميبقوش ديك للمخصو في الطاصة ميانا ذوكو غادي نصور لكم بريت المنظر يبال لكم شحال مزيون وشحال كيوت مع ديك للمخصود الكوكود الباباي نسيتشنو فيه كامل في الانغريديون و بطبيعة الحال برمانتخلوا ميك ديال بخيمارك اللي اخديت في الدرنيا فيديو اللي وريت لكم فوالا المهم جو فورو مرسي ما بيلسا غسي من هنا فكرات فيها فهدلوتي حمقني الماداق ديالو خاطر 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 هبني بازينا ديالي خليكم في الخير اليوم ونقول لكم الفيديو الجاي ان شاء الله ما تنسونيش متعاليقكم الزوينة اللي كان موت عليهم باش نقراهم ما تنسونيش اللايك البنات و ديري ابوني لابغتي باقي تشوفي الفيديو هات ديالي اللي كلهم افادة تحلولي فراسكم موه اشتركوا في القناة